هنروح ليه كده أخبارنا في نادي الأهل انتهت هنروح للأخبار المحلية يمكن أبرز الأخبار المحلية التي تحت على الساحة هي الدراجات مصر تفوز بطولة عربية للدراجات المدمار بعد أو برصيد 42 مدالية كان فيه بطولة عربية للدراجات كانت بتعامل نهاية الأسبوع اللي فات والأسبوع ده ومنتخبنا الوطن الأول للدراجات فاز بالبطولة طبعا عربية للمدمار واللي تلعبت على مدمار استاد القاهرة الدولي على فكرة ملعب هيل وشارك فيها 17 دولة وتلعبت تحت رعاية وزارة الشباب ورياضة والاتحاد العربي مصر جات في الصدراء بعد محققت زي ما قلت لحضراتكم 42 مدالية متنوعة 25 دهب 10 فضة 7 برونز بسم الله ما شاء الله وجيه بعدنا منتخب الجزائر أمن المركز التالي فكان مناصيب منتخب الإمارات اللي بتشهد طفرة كبيرة جدا في المستوى الرياضي الدكتور وجيه عزام رئيس للتحديين المصري والأفريقيا أكد من بطولة كان قوية وشهدت مستوى مرتفعة جدا بين المنتخبات اللي شاركت فيها ده خبر يسعدنا وعايز كمان أقول لكم أن إن شاء الله يعني لما تتفتح القرية الومبية بالعاصمة الإدارية هتشوفوا حاجة جميلة جدا يعني أنا بتوقع هتبقى مفاجأة للعالم وإذا كنا نجحنا في استضافة حاجة وعشرين بطولة السنة اللي فاتت عالميا ونجحت نجاح باهر وكانت مفتاح رجوع الرياضة على مستوى العالم بعد القرية الومبية ما تتفتح في العاصمة الإدارية على فكرة فيه ملاعب بدأة تتفتح فيها أول ما تتفتح بالكامل لا أنا أقول لكم مصر هتبقى في حتة تانية في تنظيم وصدافة البطولات العالمية